السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد في كناتكم تربية بيتي ان شاء الله النهاردة هنعمل خلطة ممتازة جدا لتسمين الزغليل والمنع الموت المفاجئ كمان يعني الزغليل من اول ما بتطلع لازم نحافظ عليها نحافظ على صحتها هقول لكم بالزبط ايه احلى وصفة ممكن تعمليها من اول يوم ما تلاقي الزغليل عندك موجودة الحمام هيكلها وهيأكلها لولاده بس لازم نحط فيها بعض المكونات المهمة جدا اللي هقول لكم عليها دلوقتي قبل ما اقول عليها لازم نتكلم كويس الاول عن الحمام نفسه علشان يطلع زغليل كويس علشان الحمام بتاقي انتك زغلول كويس حلو كده ويستاهل ان انت تشتغلي عشانه او تتعابي عشانه لازم الحمام نفسه يكون نوعه كويس يعني ايه من فاش روح يجيب الحمام البلدي اوي اوي الناشف ده هيطلع لك زغليل ناشفة هتعقدك في الحمام كله ولا تجيب الحمام الكبير اوي الرومي هيكل كتير وبيبيض مرة واحدة كل شهرين ثلاثة انتاجه الليل احنا نعمل ايه بقى نحاول نجنس الحمام يعني نجيب حمام بلدي على حمام من التقيل مش لازم يكون رومي رومي يعني فيه حمام كده تقيل بيقولوا عليه الطاوي فيه حمام تاني هما باش بيبقى بنفس الجودة البتاعت الاصلي انت ممكن تجيب الحمام على فكرة من السوق واقولك ازاي تشتري الحمام من السوق من غير ما يتضحك عليك او من غير ما يطلع وحش اولا مش هنجيب حمام يكون شغال يعني الحمام يكون طلع قبل كده لا احنا هنجيب حمام في عمر الزغالين لسه صغير وان ربي دي افضل طريقة علشان تبيضامنا ان الحمام لسه يعني ما اشتغلش عند حد قبل كده او اللي هو تجيب الزغالين ما هي الزغالين اللي هي تبقى ايه دوب اسبوع واحد بتعتمد على نفسها دي يكون الحمام الفرد كبير جسمه كبير ومليان تمسيكي في ايدك ايدك ما تقفلش على صوابعك ما تجيش على بعضها صوابعك ما تقفلش على بعضها واما حاجة تبص في جسمه كويس ما تلاقيش حبوب وتفتحي بقه ما تلاقيش فيه اي حاجة جوا في البقه يبقى بقه نظيف وجسمه نظيف من برا وما فيش اي وعني حلوة سليمة وما فيش في اي عيب خالص ولا اي حبوب لا في جسمه ولا جوا بقه في ساعات بيبقى في تجابونات بيضة جوا البق الحمام الحمام ده آآ عنده كنكر وهيعزبك وممكن يموت معاك جيب نوع كبير كده تقيل وبلدي لو انت مش هتقدر يعني عايزين احنا عايزين اخدنا انتاج متوسط ما يكلفناش كتير في الاكل لان انت لو جبت التقيل ده هيكل عندك كتير جدا وتقيل وهيكلفك في الاكل وانتاجه قليل يبقى انا اطلع احسن نوع اللي هو مجنس من النوعين اجيب جزين من ده وجزين من ده وربيهم عندي لحد ده لما يتمضع نفسهم يبدأوا ياكلوا وابدأ انا بعد كده آآ اجاوزهم لبعض بقى اخد من هنا ادكر من هنا على نتايا من هنا نتايا من ده على نتايا من ده يفضل انه تكون النتايا من التقيل الانواع التقيلة دي يكون نتايا والدكر يكون آآ بلدي علشان ليه بقى علشان تطلع البيضة معاك كبيرة حجم البيضة كبير وبالتالي يطلع الزغلول حلو كبير هكبيهم كده يكون فاضل عليهم اسبوع او اتنين على بال ما يعتمدوا على نفسهم طب هتأكليهم ايه خلال الفترة دي هنجيب طبق كده نحط فيه مياه ونحط فيه شوية فول شوية درة شوية بسلة درة من السفرة ونسيبهم يخمروا 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 يبقى تراي يبقى طري كده وحلو ونخسر كويس قوي اللي انه بيعفل نخسره كويس قوي من المياه اللي هو فيها ونجددها وفي الجاو البرد ده تلازم ندف المياه هتدف المياه شوية اللي هنخطيها على الاكل واتدف المياه اللي انت هتسقيهم منها وبعد كده هتأكليهم فبقهم هم هياكلوا منك وهيساعدوك في الاكل بس ما تحاوليش ان انت تنزل الاكل باديك هم هياكلوا ببلعه هنأكلهم مرتين في اليوم مرة الصبح ومرة بعد العصر لحد لما هم واحدة واحدة هتلاقيهم بنقروا في الارض كده وبيعتمدوا على نفسهم يبياكلوا وبكده يبقى عندك اعلى واحلى انتاك حمام ممتاز جدا حاجة نضيفة انت بدقها من نفسك متشتريش حمام شغال حمام الشغال بيبقى اكيد في عيوب الا اذا كان حد هيبيع الحمام كله على بعضه بقى وانت واسك انه ما عندوش عيوب فيه او مش بيبيعوا عشان مشاكل في الحمام او مرض معين في الحمام في الناس لما الحمام بتاعها بيجيله مرض بيبيعوا القطيع كله ده اول سبب يخلي حجم الزغلول عندنا كبير تاني حاجة بقى ان احنا نلتزم بالحاجات اللي احنا قلنا عليها المرة اللي فاتت علشان الزغاليل ما تموتش معانا دي حاجات مهمة جدا واساسية اه شوفوا الفيديو بتاع اه علاج موت الزغاليل على قناة تربية بيتي هتلاقي الحاجات دي كلها طيب انا كده عملت الحاجات دي طيب الحمام الصغير دوت انا عايزها فعلا وزنه يكبر لو انت اهملتي وما عملتش علف حلو كويس للاهالي الحمام مش هيزيد معيك زي ما انتو شايفين كده معانا ايش مفروك ايش مفروك احلى حاجة ممكن تقدميه اللي ايش دوت فيه كمان خميرة فهيبقى يعني حاجة ممتازة واحط معايا علف تركيز واحد وعشرين في المية بس المكسر فيه كده علف واحد وعشرين في المية مكسر مش الكبير ده علف تسمين ده ممتاز جدا واحط عليهم معلقة من الكركم الخلطة دي بقى يعني جبارة تستخدم تعمليها كل يوم طول ما عندك زغاليل وشوفي انتاج الزغاليل هيبعمل ازاي وتعيلي هتشوفي احلى زغاليل عندك وشوية حاجات كده بسيطة هنحطها كمان على الخلطة دي ازا كانت موجودة عندك موجودة مش موجودة خلاص مش مهم هي ده اساس الخلطة هنحط معلقة من حبة البركة دي اساسي في التسمين وفي الحماية كمان من الامراض وفي رفع المناعة وكمان هنحط معلقتين كده من الصوية الصوية طبعا انتم عارفين جميلة قد ايه بتسمن جميلة جدا وبتزود الحجم وهنحط معلقة من الكسبرة علشان امنع الامراض المعوية والحاجات دي مهمة جدا معلقة من الحلبة الحلبة برضو حلوة جدا للتسمين ولو عندك حلبة مطحونة ما فيش اي مشكلة هتبقى احلى واروع الحلبة المطحونة والحلبة اللي حاصل الحمام برضو حلوة جدا احسن وهنقلب كل ده في بعضو انتم شايفين العيش بيلم الحاجة مش هتقع في الارض والحمام لما يجي اخدها هياخد كله ده مع بعضو الحمام بيحب ينقل حاجات الصغيرة دي لما يكون عنده اولاد صغيرين وهضيف بقى كمان معلقة من الخميرة الخميرة دي بقى اللي هتخلي الحمام بتاعك ما شاء الله الفردة ممكن توصل مصد كيلو بفضل الله بسبب لو انت استمرتي على الخلطة دي ممكن تقسم المكونات دي على مرتين مرة تحطي حاجات زي كده يعني مرة تحطي الحاجات دي ومرة تحطي الحاجات دي مش لازم تحطي كله في مرة واحدة لو انت حطي كل يوم انا باضطر حطي مرة واحدة لشان انا مش بحطها لهم غير كل يومين فانا بحط كل الحاجات دي كلها كده على بعض مرة واحد انتي ممكن تقسميها بقى مرة تحطي خميرة وحبة البركة مرة تحطي خميرة وكركم وكمان ممكن تحطي معلقة صغيرة من النشا لان النشا حلو جدا بيساعد على زيادة النمو ممتاز جدا اعملي بقى الوصفة دي كل يوم كده للحمام يخليه او يفطر بها ولاده الصبح ويعملها لهم بعد العصر وشوفي الحمام هم مرغفين عيش اتنين تفرقون بيديكي وتحطيهم وتحطي عليهم شوية المكونات دول وشوفي بقى جمال الزغالين اللي هتطلع ريش وجمال وحجم وماشاء الله اتمنى يكون الفيديو عجبكو متنسوش تعملوا لايك للفيديو تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان نفسلكم كل جديد شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته